السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله بإذن الله طبعا جزئية الهيستولوجي هنتكلم على الشاباتر مهمة هنعطيكم overview مهمة قبل ما نبدأ الكورس متاعي رقم واحد رقم واحد طبو احنا هنتكلم على الجزئية اللي هو الجيناتك الجزئية تعتبر طويلة صعبة شوية اللي هو جيناتك خلناخده جيناتك ديسوردر كلمة ديسوردر معناها امراض جينية عادة ان ينقوله جيناتك ديسوردر يا جيناتك انوماليس تشوهات خلوقية يا اما نقوله جيناتك ديزيزيس نفس المعنى جيناتك ديسوردر هي نفس المعنى متاع الجيناتك انوماليس هي نفس المعنى متاع الجيناتك ديزيز فالشابتر هذا متاع الجيناتك ديسوردر نقسمه فيه الى ستة شيتات فهو شابتر كاملة فيه شابتر اسم الجيناتك الشابتر متاع الجيناتك فيه الشيط رقم واحد والشيط رقم اثنين ثلاثة واربعة وخمسة وستة ستة شيتات الشيط رقم واحد قرد يخدناه سيمست اللي فات وهو الشيط رقم اثنين فهذا الزوز حاجات ما هيش جديدة علينا فاناش ندير في الكورس توا حنبدأ بالحاجات الجديدة علينا وبعدين نرجع للشيط رقم واحد والشيط رقم اثنين فأول شابتر اني حنبدأ به اللي هو الشابت الرقم او اول شيط في الجيناتك الشيط رقم ثلاثة بعدين ناخده اربعة وخمسة مع بعضهم بعدين نعطيكم ستة بعدين نرجع الراجع رقم واحد ورقم اثنين فاني نبي نقول اني لما نبدأ نشرح الشيط رقم ثلاثة حاول تتبه معاي بي اللي هو الشيط نتعال كلية الشيط رقم ثلاثة هذا شم فيه هنتكلموا على الجيناتك ديزيز او الجيناتك ديسوردر على مستوى الكروموزومات وبعدها نمشي على مستوى الجينات كيف شوف معاي هه احنا اتفقنا فيما سبق قلنا الكروموزومات هنلقاها في صورة والصورة هذي اسمها كيريو تايب فالرسمة اللي نسم فاني تتوى هذي رسمة من الكيريو تايب كيريو تايب خلنا نتفق نقوله الكيريو تايب يحتوي عليه ستة او نقوله ستة واربعين كروموزوم او تلاتة وعشرين زوج من الكروموزوم شوف معاي كويس واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداش تناش تلتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تومنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين تنين وعشرين هنه تلات وعشرين خندير خط بالشكل هادا الريجين هادي خلي نتفقه ونقوله انه اخر زوج كروموزومات اللي هما سكس كروموزوم فالعدد متاع الكروموزومات اللي رسمتهم ان يتوه هادو تلات وعشرين كروموزوم ورسمتهم بلول ازرق لانهم اصلهم باتيرنل من الفادر اما الكروموزومات اللي نرسمهم ان يتوه هادو شني ماتيرنل ولما ننحط كل زوج كروموزومات حضا بعض مقعرفوا العدد هادو نقول عليه ديبلويد مش هبلويد ننبر شوف معايا كويس المنظر اللي قدامنا ها كل زوج كروموزومات حضا بعض شو نقول عليهم ديبلويد آخر زوج كروموزومات اكس واي اكس واي لانا سكس كروموزوم اسموهوني كويس تاوي ريتوا الاكس واي هادو هادو الكروموزوم المسؤول لتحديد الجندر أما الكروموزومات التانية كلها نسمو فهى 住ماتيك كروموزوم إذن في الكاريو تايب عندي نوعين من الكروموزومات عندنا 住ماتيك كروموزوم CH كروموزوم أو 6 كروموزوم سنقولوا عندنا شن 지난 6 كروموزوم السوماتيك كروموزوم اللي هما قداش اللي هما 22 أو لا يعني 22 بير 22 زوج اما اللي هو رقم 23 هو نفسه وان بير بسه زوج واحد هادي ليش احنا اتفق نقول عادل كروموزوم هاد قداش 23 بير او تقدر تقول 46 كروموزوم او نقدر نقول 2n 2n الكود متاحهما ينقول 2n ينقول 23 بير ينقول 46 كروموزوم اذا الرسمة اللي قدامنا هو الصورة اللي قدامنا هي صورة كيريو تايب كيريو تايب شوف معي كويس العدد متاع الكروموزومات لما نمشي نقول هادو 2n 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 2 وهكا مدام تنينات معنا العدد هاد نسمو فيه دايزومي شوفتو شو نحكو باهي لما نجو نحكو على الكروموزومة الابنورماليس او جيناتك جيناتك انوماليس او او ديسوردر لما نتكلم نقول جيناتك ديسوردر هنقسم الجيناتك ديسوردر الى جزئين مهمات الجزء الاول هو خلل في الجينات على مستوى العدد فقالوا نسموه نيوميريكل ديسوردر اما التاني على مستوى الكروموزوم نفسه فالجيناتك ديسوردر النوع الاول نسميه نيوميريكل عددي خلل في العدد نيوميريكل هذا النوع الاول النوع التاني شو نسموه استركتشورل استركتشورل ديسوردر إذن يأما Structural يأما Numerical يعني Numerical يعني عددي يعني خلل في العدد Structural يعني خلل في التركيبة في التركيبة شو معنى خلل في العدد يأما يصير فيه إضافة Addition إضافة إضافة لشني لعدد معين من الكروموزومات أو عدد الكروموزومات بالكامل وحنشح بالتفصيل يأما يصير فيه Loss في عدد معين من الكروموزومات فمداما فيه فقدان أو إضافة عدد من الكروموزومات فمعنى هذا نقول عليه Numerical عددي أما Structural نأخذه على سبيل المثال فرضا هذا كروموزوم بالشكل هذا وهذا كروموزوم تاني فرضا الكروموزوم الأول صار فيه قطة مادة دورتية منها قطعت بالشكل هذا العدد قاعد زيما هو الكروموزوم هذا ما تغيريش العدد الكروموزوم قاعد واحد لكن فقد جزء من الجيناتك ماتيريال فالدسوردر هذا شن نسميه نسميه نيوميريكل ولا ستركتشورل نسميه ستركتشورل يبقى ممكن يفقد أو ممكن القطعة هادي اللي تم فقدانها نحطها فوق الكروموزوم هذا فالكروموزوم هذا حتى هو تغير من ناحية الشكل زادت عليها مادة دورتية نضافت عليها مادة جينية أو جيناتك ماتيريال هدا فقد جيناتك ماتيريال لكن من ناحية العدد هذا قاعد وان كروموزوم وهدا قاعد وان كروموزوم فالدسوردر هنا نجاز للك نقول شو نقول Structural إذاً هذه الطريقة للي能 بنشرح بهها شي الـ نقول Structural نيومريكل بشتر 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 شجري فل كريو كان لزيت تعدد الكروموزومات نقول كان نقصت تعدد الكروموزومات نقول كان لزيت جيناتك متيري في 1 من الكروموزومات أو نقصت جيناتك متيري في 1 من الكروموزومات هذه نسميها Structural Disorder لكن لازم تعرف انك انت عندك 46 كروموزوم نقسم فيهم 22 كروموزوم سومتك او نسمو فيهم الأوتوزوم الكروموزوم اما 6 كروموزوم هذا نسمو فيه 6 كروموزوم هذا الشغل اللي بنشتغلولي فيه هو الشابتر رقم 3 بعد ما نكمل شرح الشابتر بإذن الله تعالى هننسق معاكم يأنا نديروا لايف يأما ننزلكم فيديو قاري فيه الشيط من بداية لنهاية أسأل الله علي العظيم أن يسهل عليكم الأمر والسلام عليكم ورحمة الله